اشتركوا في القناة ادريان بيكون مروح على البيت وفي الطريق بيسمع الراديو مع مزيع اسمه باتريك لحد لما بتوصل عربية كانت هتخبطه هنا بنعرف ان هو ظابط من سكان المدينة وبيفضل يتكلم مع ادريان لكنه مش بيركز معه اساسا وفي انها بيكمل الطريق لوحده ولما بيوصل على البيت بيشوف المربية قعدة مع اخته لسه فبيعرف ان الام ما وصلتش على البيت لحد دلوقتي وبيعط في القودة لوحده في اللحظة دي بيتشوف الظابط بيتكلم مع بنته سارة ان هو هيعد عليها عشان ياخدها من الشغل كمان شوية لكنها بتعرف ان هي لسه ما خلصتش وممكن تتأخر وبالليل بنشوف المربية كمالية بتعرف ادريان ان الوقت بيكون تأخر ولازم تمشي دلوقتي لان الام لحد دلوقتي ما رجعتش على البيت ولازم يعود مع اخته تاني يوم بنشوف الام رجعت فعلا وبتطلب من ادريان يفضل مع اخته تاني لحد لما تخلص الاجتماع بتاعها والمربية تكون وصلت على البيت والناحية التانية بنشوف الظابط مع بنته سارة واللي بيوصلها على الشغل بتاعها وبنعرف ان هي شغلة في ملعب الجلف من فترة كبيرة وبعد شوية بنسمع المزيع باتريك بيتكلم على الاغنية في الجزيرة والنهما بيحربوا الطبيعة بالمواد اللي بيرموها في الارد وده عشان يسياحوا التلج بسرعة بنرجع تاني على ادريان في البيت مع اخته والواضح ان هو متأخر على المدرسة بتاعته والمربية بتكون لسه ما وصلتش لحد دلوقتي وهنا بنعرف ان هو مش هيعرف يخرج من البيت لحد لما توصل المربية والواضح ان هو ما يفعش تقعد في البيت لوحدها بسبب شئوتها وبيلحق قبل ما التلفزيون يوقع عليها بعدها بنشوف واحدة اسمها مارسيليا مع الشركة في ملعب الجلف وده عشان يقابله مايكل صاحب الفكرة وده عشان يلعبه على الارد بعد المواد اللي ترشت مبارح وهنا الكرة بتقع في الحفرة على طول وللأسف بتتميلي بالمواد اللي ترشت من العمال والواضح ان في حاجة مش طبيعية لحد لما بتعمل كسر في المصورة هنا المواد دي كلها بتنزل على مية الشرب وبنشوف اول واحد بيشرب منها لحد لما بيرجع على البيت بتاعه وبيشوف مادة غريبة على اسنانه ومش بتطلع طبعا بيحاول ان انطفق اكتر من مرة ومش بيعرف لحد لما بيتحرك ناحية مراته والواضح ان هو بيكون تحول زومبي وبيعضها من رقابتها وفي الاخر بنعرف ان الاتنين بيكونوا ميته اساسة لحد لما بنرجع تاني على مرسليا مع شركة في ملعب الجولف لكن بتحصل فوضى في المكان والناس بتجري طبعا ما حدش يعرف اللي بيحصل بالزومبي لحد لما بنشوف الكلب تحول زومبي وبيقدر ان هو يحول اكبر عدد من الناس في النهاية مايكل بيقدر يهرب من الملعب كله لوحده لحد لما بنرجع تاني على الزابط بتاع المدينة وبيتحرك على بيت ست عجوزة واللي بتكون عاملة تشكه اكتر من مرة والغريبة ان هي بتهجم عليه اول لما بتشوفه والوضح ان هي شربت من المية بتاعت الزومبي فبيقرر ان هو يتصل على بنته بسرعة هنا مش بترد على المكالمة فبيقلق اكتر عليها وبيحاول ان هو يبعت لها رسالة عشان يتطمن ويعرف ان فيه مشكلة بتحصل في الجزيرة ناحية التانية الام بترجع على بيت قدريان في البيت وبيعرفها ان كاماليا بتكون لسه ما وصلتش لحد دلوقتي واحد من المدرسة اليوم كله وبتحاول تعرفه ان هو ممكن يجهز الرضعة بتاعت اخته وبيقدر ان هو يملى الازازة بتاعتها من المية بتاعت الزومبي فبتلحاول ام في الوقت المناسب هنا بتقول له ان هو ممكن ياخد المية من الازازة عشان انضف من العادية لحد اللي ما بييجي الليل وبنشوف الام شربت منها وتحولت هي كمان وبعدها بتحاول ان هي تهجم على ابنها لكن بتوصل على بيها عشان تقتلها في الطريق والزابط بيقتلها غزب عنه طبعا وان هو كان عاوز يلحق بنته صارة مش اكتر فطبعا بتكون لسه عايشة بعد اللي حصل ده كله وبيطلب من قدريان ان هو ميقربش منها مهما حصل لانها مش هتكون في وعيها وممكن تعده وان الجزيرة كلها بتكون خرجت عن السيطرة فبيحاول ان هو يدخل الام على البيت وبيلحز ان في زومبي بيظهر تاني عشان يهجم عليه طبعا بيحاول ان هو يتصل بالشرطة او الاسعاف لكن محدش بيعبره وبتوصل رسالة طوارئ من الموبايل ان كل سكان الجزيرة لازم يفضلوا في اماكنهم بعدها بيقدر قدريان ان هو يدخل الام على الحمام وبيحبسها في المكان لوحدها عشان تفضل عايشة وبيرجع لاخته الزوائرة عشان يسكتها شوية بسبب ان هي عمالة عيط والصوت ده بيقرب الزومبي اكتر عليه والناحية التانية بنشوف صارة بنت الزابط لسه في ملعب الجول في الوحدها وخايفها تروح على اي مكان بسبب الزومبي اللي كان حواليها هنا الاب بيطلب منها تفضل في مكانها وان هو قرب عليها فبتقوله ان الزومبي في كل حتة والاصابات بتزيد اكتر مع الوقت وان هما يتحركوا نحية الجسر بتاع الجزيرة عشان ينشروا الفيروس في كل حتة لكن الحكومة بتلحق الموقف وبتقدر ان هي تقفل الجسر ده بسرعة وبعدها على طول بترمع عليهم الكنابل عشان تخلص منهم والصبح بتتحرك كماليا نحة الجسر عشان تخش على الجزيرة وطبع ما ما تعرفش اللي حصل مبارح وان الجسر بيكون تم كصفه وفي نفس الوقت بنشوف ادريان قاعد مع اخت الفترة دي كلها وبيحاول ان هو يأكلها ويعمل لها الرضعة بتاعتها وحظ ان هو بيحط العمية من الازازة بدل الحنفية بعدها بيحاول ان هو يحط اكل للام عشان تفضل عايشها هي كمان وللأسف مش بيقفل الباب والحمام وراه والاخت بتدخل بعده على طول لحد لما الام بتشوفها وبتكون عاوزة تهجم عليها لكن هنا بنعرف ان هي بتكون محبوسة في كابينة الحمام اوش هتقدر تيجي ناحيتها مهما حاولت فبيحاول قادران ان هو يشتت الام عشان تبعد عنها ويسيبها تطلع بره البيت وقبل ما يحصل حاجة زي كده الشاشة بتقع على راسه عشان تموت وهنا بيعرفوا ان هما لازم يخرجوا من البيت مع اخته قبل ما الزومبي يهجم عليهم فبيحاول يفتح الباب ويقف وراب سرعة عشان الزومبي يدخل على البيت فبياخد اخته عشان يهرب بسرعة وبيتحرك ناحية النادى عشان ياخد الاكل منه في الوقت ده بيشوف زومبي اكتر في المكان فبيقفل الباب على نفسه لحد لما بتشوف الزابط بيسحبه على القوضة اللي كان مستخب فيها بعدها على طول بيدور في المكان على اكل اخته الصغيرة لحد لما بيشوف زومبي محبوس قدام الزابط واللي بنعرف ان هي صارة بنته وبتكون تحولت بيطمنوا ان هي تفضل هنا بعيدة عنهم لحد لما يشوف علاج للزومبي وبالليل بيسمعوا الراديو مع بعض وده عشان يعرفوا الاجراءات اللي هتعملها لحكومة الفترة الجاية وهنا بيسمعوا ان هم عاوزين يفجروا الجزيرة كلها فبيكرر دان ان هو يعمل مداخلة مع المزيق وده عشان يعرفوا ان فيه ناس لسه عايش على الجزيرة وان هو دلوقتي مع طفلين ولازم يخرجوا من هنا عايش معاهم وطبعا بيعرفوا ان المياه تقريبا مشكلة في انتشار الفيروس وان الارهابين اللي ممكن يكونوا نشروا الفيروس من خلال موصير المياه وتاني يوم بيقرر الزابط مع قدريان واخته ان هم يخرجوا من المحل بسرعة وبيقدر ياخد سارة معاهم في العربية من خلال افص حديد بيكون على وشها وبعدها على طول بنشوف اتنين من المسؤولين اللي زهر اول الفيلم والواضح ان هم موصلوا على المكان مرة تانية عشان يقابلوا مايكل في الاول بيكون فاكر ان هم موصلوا على هنا عشان يساعدوا في المكان ويهرب منه لكن هم بيحطوا المادة في جسمه عشان يتحول هو كمان هنا بنرجع تاني على الزابة الدان في المحط اللي بتنق المياه للجزيرة كلها وبيحط الطفلة في العربية لكن بيقفل عليها عشان ما تعملش صوت عالي بعدها بيدخل على محطة مع الباقي وصارة بتحاول ان هي تنزل في المياه بسرعة ومحدش فاهم السبب لحد لما بتشوف زومبي بيظهر في المكان وهنا بيقدر قدريان ان هو يخرج من المحط عشان يرجع على العربية وبيفضل مستنى الزابط اللي بيحاول ان هو يخرج بنته اللي وقفة مع الزومبي للأسف مش بيقدر ان هو يخدها معها غير دراحة لحد لما بيرجعها تاني على العربية وفي جسمها بيشوف العشب الاخضر اللي كان السبب في كل اللي حصل واللي تقريبا موجود في مواسير المياه وفي الوقت ده بيعرفوا ان السبب مش الارهابيين ولا حاجة لكن الناس اللي رشت ملعب الجلف بالمضة الخضر هما السبب فلازم يرجعوا لهناك ويكتشفوا الحقيقة هنا بنشوف بنت اسمها لسه في المكان ومعهم شوية تكور فيها مادة غريبة لحد لما بنعرف ان ده هيكون العلد بتاعهم من الفيروس وبيحطوها في مواسير المياه فبيوصل ادريان مع الزابط على الملعب وبنعرف ان هو خد بنته للمرة التانية وبيفضل حبسها في القوضة وبيحاول ادريان ان هو يسيب اخته في مكان هي امان بيحاول يحطها حولها اي حاجة وده عشان محدش يقرب منها لحد لما بيشوفوا كلبه مصاب بالفيروس وبيموت قدامهم ودهن بيقلق اكتر على بنته ان هي تعدي على نفس الحالة ولما بيرجع ادريان على القوضة اللي كانت فيها اخته مش بيلاها حد موجود وبيلاحظ ان فيه كومبيلة هتنفجر في المكان بعد شوية لكن بيجي زومب عشان الزابط وبيعض للمرة الاخيرة وقبل ما الكومبيلة تنفجر بيقدر ان هو يوقفه في الوقت المناسب وهنا البنات بتشوف الطفلة في المكان قاعدة لوحدها وللأسف بيحط المادة على الارض وده عشان الطفلة تكلها بعد شوية ادريان بيقدر ان هو يشوف البنات في المكان وقبل ما يحطوا السم بيحطوا في جسمه وهنا بيظهر الزابط في الوقت المناسب عشان ييجم على واحدة منهم وبيعضها على طول عشان تتحول وللأسف الطفلة بتكون تحولت هي كمان وبعدها أدريان بيدوس على الكرة اللي كانت في الأرض ولما الغاز بيخرج منها بيرجع تاني أدريان مع الطفلة لحالتهم الطبيعية وبعدها بياخد الموبايل من البلاد عشان يفتح بس مباشر وبيعرف الناس كلها أنه هو لسه عايش ولازم يلحقوه وأنه هو مش مصابه لحاجة طبعا الشرطة بتوصل على مكان لكنه هو مش بيساعدوه وللأسف بيحرقوا كل المصابين والناس السليمة ببيم فيهم الظابط حتى بعد لما تعالج من الفيروس مع بنته صارة وبيحاول أدريان يهرب مع أخته من الجزيرة كلها لحد لما بتظهر مركب قدامه في البح وبيركم معهم وبيكتشف أنها المربية كاميلية بعد لما شفت الفيديو بتاعه على الفيس ومع الوقت الطفلة بتكون تعالجت من الفيروس هي كمان والحكومة بتعلن أن هي خلصت من الفيروس ده للأبت وكمان فيلم النهاردة فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ولو عندك أي اكتراح لفيلم رعبة واكشن اكتبوا لنا تحت في الكومنتات واشوفكم إن شاء الله قريب كده في فيلم جديد سلام